دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستطانية على أملاك بطرياركية الروم الأرثوذكس في القدس محذرة من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في المدينة المقدسة وأكدت الخارجية رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين وشددت الخارجية على أن الأردن وانطلاقا من الوصائة الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس سيستمر بالقيام بكل الخطوات الممكنة لحماية المقدسات والقدس لتكون مفتاحا بالسلام ورمزا للتسامح والوئام